أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات الدارسين لمنهج المحاسبة الحكومية من طلاب المدارس السنوية التجارية نظام السلاث سنوات ونظام الخمس سنوات اليوم إن شاء الله هنعمل مراجعة على منهج المحاسبة الحكومية وزي ما احنا عارفين منهج المحاسبة الحكومية درسنا في سابق أربع أبواب الباب الأول بيتكلم عن الإطار العام للمحاسبة الحكومية الباب الثاني بيتكلم عن النظام المحاسبي الحكومي الباب الثالث بيتكلم عن الموازنة العامة للدولة الباب الرابع بيتكلم عن التوجيه المحاسبي للعمليات المالية اليوم إن شاء الله هنركز مراجعتنا على الباب الأول والباب الثاني ونتعرف على أهم الأسئلة التي يمكن تجيلي في الباب الأول والباب الثاني اللي هو الباب الأول الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية والباب الثاني الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي تعرفنا في الباب الأول على تعريف المحاسبة الحكومية ونطاق سريان المحاسبة الحكومية أو مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية كما حددها القانون 127 لسنة 1981 كذلك ايضا اتعرفنا على اهداف المحاسبة الحكومية واصص قياس النتائج في المحاسبة الحكومية واهم السمات العامة للمحاسبة الحكومية اللي بتميازها عن غيرها من فروع المحاسبة ايضا اتعرفنا على اوجه الاتفاق او اوجه الشبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وكذلك اوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية ايضا اتعرفنا على العلاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية اليوم هنحاول بشكل سريع ان احنا نعمل مراجعة على الاجزاء دي ونتعرف ازاي هيجلنا عليها اسئلة في الامتحان بالاضافة ايضا للباب التاني وهو الباب الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي واللي هنتعرف فيه ان شاء الله على تعريف النظام المحاسبي الحكومي ومقومات النظام المحاسبي الحكومي المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية وان شاء الله برضو ايضا هنحاول نركز على الاجزاء العملية في الباب التاني قلنا او درسنا في سابق دفتر حساب الشكات 56 عنحا وسجل الارتباطات 291 و292 وكذلك ايضا درسنا دفتر الحزبة اليومية 69 عنحا او ميزان المراجعة اليومي وكذلك دفتر حصر او سجل حصر طلبات الصرف 55 عنحا او الاستمارة 55 عنحا تعالوا مع بعض نراجع بشكل سريع ونتعرف على الاسئلة اللي ممكن تجيلي في امتحان نهاية العام اللي بتمنى ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يكلل مجهودكم بالنجاح والتوفيق وان شاء الله باذن الله تحققوا اهدافكم وتوصلوا لمبغاكم ان شاء الله باذن الله تستكملوا دراستكم ان شاء الله في الجامعة او تتجهوا للعمل في سوق العمل وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم وترفعوا من شأن بلدنا العزيزة على قلوبنا كلنا مصر الحبيب اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا من كل سوء ويسدد على طريق الحق خطاها ان شاء الله تعالوا نشوف تعريف او اول جزئية معنا في الباب الاول والخاصة بتعريف المحاسبة الحكومية كما عرفها القانون رقم 127 لسنة 1981 واحد وتمانين في المادة التانية من هذا القانون تعالوا نشوف تعريف المحاسبة الحكومية ممكن يجيلي في الاختبار يقول لي عرف المحاسبة الحكومية باول سؤال ممكن يجيلي في الاختبار يقول لي عرف المحاسبة الحكومية واحنا ملتزمين بالتعريف اللي حددته المادة التانية من القانون 127 لسنة 1981 طبعا هكتب على طول تعريف المحاسبة الحكومية أنها هي القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وطبعا درسنا في الباب الثالث إيه هي الموازنة العامة للدولة وعرفنا أنها بيان تفصيلي بمصرفات أو موارد واستخدامات الدولة عن سنة مالية مقبلة وطبعا بيقول لي هنا أن المحاسبة الحكومية هي القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وطبعا إظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختمية للجهات الحكومية بحيث تعطي صورة حقيقية لها يبقى لو جالي سؤال في الامتحان وقال لي عرف المحاسبة الحكومية هعرف المحاسبة الحكومية تبقى لنص المادة التانية من القانون 127 لسنة 1981 السؤال التاني الممكن يجيلي خاص بنطاق سريان المحاسبة الحكومية وحنا تعرفنا في سابع أن نطاق سريان المحاسبة الحكومية هو نفسه مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية يعني السؤال ببساطة أين تطبق المحاسبة الحكومية المحاسبة الحكومية زي ما عارفين أعزائي الطلاب تطبق في المؤسسات والمصالح الحكومية التي لا تهدف إلى الربح وطبعا القانون أيضا 127 حدد نطاق سريان أو مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية ممكن يجي لي سؤال يقول لي اسكر نطاق سريان المحاسبة الحكومية أو يقول لي اسكر مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية الاتنين بمعنى واحد لو قال لي نتاق سريان هي نفسها مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية القانون حدد اربع مجالات المجال الاول منهم وهي وحدات الجهاز الاداري للدولة ودي بتشمل الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها بل لو قال لي اسكر مجالات تطبيق او نتاق سريان المحاسبة الحكومية هقول له واحد وحدات الجهاز الاداري للدولة اللي هي عبارة عن الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها اتنين وحدات الحكم المحلي ودي بتشمل طبعا المحافظات والمراكز والمدن والأحياء أو بتبقى موجودة وحدات الحكم المحلي بتتواجد في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية والمدن والمراكز والأحياء والقرى ومدريات الخدمات التي تشملها الموازنة العامة للدولة تلاتة الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي وكافة الأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة برقم ثلاثة الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي وأي أجهزة أخرى بتشملها الموازنة العامة للدولة أربعة الصناديق والحسابات الخاصة ودي بيتم إنشاءها بمقتضى قوانين أو قرارات جمهورية زي ما القرون حدد نطاق سريان مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية حدد أيضا أهداف المحاسبة الحكومية والمحاسبة الحكومية بتهدف بشكل عام أعزائي الطلاب إلى تقييم الأداء الحكومي يعني فيه هدف عام للمحاسبة الحكومية وهي قياس وتقييم الأداء الحكومي لكن عندنا خمس أهداف نركز عليهم لو جالي سؤال في الامتحان وقال لي أذكر أهداف المحاسبة الإلكترونية آسف المحاسبة الحكومية هقول له واحد ترشيد المصرفات العامة يبقى أول هدف من أهداف المحاسبة الحكومية هو الترشيد المصرفات العامة الهدف الثاني هو الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة الهدف الثالث الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها الهدف الرابع الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تدرها تلك الجهات سواء كانت إرادات أو أصول أو حكوم الهدف المهم الأخير هو الهدف الخامس توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات المالية واتخاذ القرارات يبقى لو جالي سؤال أسكر أو حدد أهداف المحاسبة الحكومية ممكن يقول لي أسكر أربع أهداف ثلاث أهداف ممكن يقول لي أسكر الأهداف كلها أكون مركز وعارف إيه المطلوب مني أنا عندي خمس أهداف للمحاسبة الحكومية هدف الأول ترشيد المصرفات العامة الهدف الثاني رقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة الهدف الثالث الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها والرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي لأموال الجهات الإدارية الحكومية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إرادا أو أصولا أو حقوقا الهدف الخامس توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات المالية واتخاذ القرار هناك أسس لقياس النتائج في المحاسبة الحكومية عايزين نسترجع مع بعض عزيزي الطلاب احنا عندنا تلت أسس لقياس النتائج في المحاسبة بشكل عام تلت أسس لقياس النتائج الأساس الأول وهو الأساس النقدي وطبقا لهذا الأساس بنسجل فيه الدفاتر المحاسبية المصروفات والإرادات التي يتم سددها بالنسبة للمصروف أو الإرادة التي يتم تحصيله سواء كان يخص نفس السنة أو يخص سنة مالية تالية أو سابقة يبقى وفقا للأساس النقدي العبرة بالتحصيل أو السداد وبنخرج عن قاعدة السنة المالية مش فرقة معنا مش هتفرق معنا في ظل الأساس النقدي هل الأموال اللي بنحصال لديها تزاكات إرادة أو بنسدد زاكات مصروف تخص نفس السنة المالية ولا لا فالعبرة هنا وفقا للأساس النقدي هو تقصيل الإرادة أو سداد المصروف المادة الخامسة من القارون 127 لسنة 1981 وحددت لنا الأساس النقدي كأساس لقياس النتائج في ظل المحاسبة الحكومية يبقى قبالي الأساس النقدي هو الأساس المستخدم في قياس النتائج في المحاسبة الحكومية طيب الأساس الثاني وهو أساس الاستحقاد وفقا للأساس الاستحقاق بنحمل السنة المالية بما يخصها من مصروفات أو إرادات بغض النظر عن سداد المصروف أو تحصيل الإرادة يعني الأساس النقدي أو الجانب النقدي مش موجود عندنا هنا مش شرط أن يكون أنا حصلت المصروف أو حصلت الإرادة أنا سجلوا في الدفاتر المحاسبية وضوط طبعاً أعزائي الطلاب هو الأساس المستخدم في المحاسبة المالية وبالتالي كده اتضح لنا فرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية أنه في ظل المحاسبة الحكومية بنستند في قياس النتائج على الأساس النقدي أما في ظل المحاسبة المالية بنستند على أساس الاستحقاق تعالوا نشوف مع بعض الأساس النائدي وأساس الاستحقاق ونشوف الأساس الثالث من أسس قياس النتائج في المحاسبة وهو الأساس المختلط أو بيسمى الأساس النائدي المشترك أو المعدل يبقى الأساس النائدي وضحناه وهو الأساس المعتمد في المحاسبة الحكومية ممكن يجي لي سؤال يقول لي الأساس المطبق فيه أو لقياس الأساس المستخدم لقياس النتائج في المحاسبة الحكومية أقول له على طول الأساس النأدي لأن المادة 127 لسنة 1981 المادة الخامسة حددت للأساس النأدي كأساس لقياس النتاج في المحاسبة الحكومية أما في المحاسبة المالية فبنستند لأساس الاستحقاق اللي هو طبعاً بيحمل السنة المالية بما يخصها من مصروفات وإرادات نفس الفترة بغض النظر عن سداد المصروف نأداً أو تحصيل الإرادة نأداً الأساس التالي وهذا طبعاً مستخدم في ظل المحاسبة الحكومية أيضاً بس في دول أخرى وليس في مصر لأن في مصر طبعاً المادة الخامسة من القرون 127 لسنة 1981 حدد للأساس المشترك أو المعدل أو المختلط له كذا اسم اسم الأساس النأدي المشترك أو الأساس النأدي المعدل أو المختلط وطبقاً لهذا الأساس بنحمل السنة المالية أو بنستند أو بنطبأ الأساس النأدي على كافة الإرادات أما المصرفات فبنستخدم مع بعض المصرفات الأساس النأدي ومع البعض الآخر بنستخدم أساس الاستحقاق وكذا يبقى الأساس النأدي المشترك واخد بعض المميزات من أساس الاستحقاق وبعض المميزات الأخرى من الأساس النأدي النأدي دي أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية أو أسس قياس النتائج في المحاسبة بشكل عام وزي ما أوضحنا عزيزي الطلاب الأساس النأدي هو الأساس المستخدم في ظل المحاسبة الحكومية في مصر أم وكذلك أساس الاستحقاق هو المطبق في المحاسبة المالية وظن كده اتطلح أن هناك فرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية من حيث قياس النتائج الجزئية اللي بعد كده عندنا سمات للمحاسبة الحكومية او خصائص السمات او الخصائص العامة للمحاسبة الحكومة ممكن قول لي في الامتحان اسكر تلت خصائص او تلت سمات او يجيب لي اسئلة في شكل اختيار بمتعدد او في شكل صحة وخطأ او اكمل على السمات العامة للمحاسبة الحكومية يقول لي مثلا في ظل المحاسبة الحكومية يتم اتباع اساس نقط طبعا نكتب النادي وهنشوف اسئلة من دي بس تعالوا نسترجع مع بعض بشكل سريع السمات العامة او الخصائص العامة للمحاسبة الحكومية الاساس الاول او السمة الاولى او الخاصية الاولى ان المحاسبة الحكومية بتتبع الاساس النادي اتنين الاعفاء من الضرائب لان طبعا كل الوحدات الحكومية اللي بيطبق فيها المحاسبة الحكومية هي وحدات غير هدفة للربح او لا تهدف الى الربح وبالتالي كلها وحدات معفاة من الضرائب الخاصية التالية وهي عدم اعداد حسابات النتيجة مش من اهداف المحاسبة الحكومية بيان المركز المالي او تحديد نتيجة الوحدة الحكومية من ربحة او خسارة وبالتالي ما بنقدش حسابات النتيجة اللي هي المقصود بيها قيمة الدخل وقيمة او قيمة حساب المتاجرة وحساب الارباح والخسائر اربعة عدم احتساب او حساب اهلاك للاصول السابتة ما فيش حاجة في المحاسبة الحكومية ان احنا نحسب إهلاك للأصول السابقة وده طبعا بيختلف عن المحاسبة المالية زي ما نشوف بعد كده خمسة عدم تكوين الاحتياطات لأن الاحتياطات دي بتحتجز من أرباح وطبعا المحاسبة الحكومية بتتطبق في المؤسسات الحكومية غير الأدفة للربح وبالتالي ما عنديش أرباح عشان احتجز منها احتياطات وكذلك المخصصات الخاصة بمقابلة الخسائر المحتملة زي مخصص دين المشكوك فيها ومخصص الأجو وغيرها من المخصصات الأخرى خاصة صبوط أسعار أوراق مليئة والبضاعة كذا كل هذه المخصصات لا تخسب في الوحدات أو لا يتم تكونها في الوحدات الحكومية ستة هناك مجموعة من القواعد والقوانين واللوائح والتشريعات هي اللي في ضوءها بيتم تقييم الأداء يبقى المحاسبة الحكومية هناك مجموعة من القواعد والقوانين واللوائح والنظم والتشريعات هي اللي بتحكم تقييم الأداء بتاعها غير المحاسبة المالية طبعا سبعة عدم التفرق بين المصروفات الإرادية والمصروفات الرأس مالية طبعا نحن عارفين المصروفات الإرادية هي المصروفات الخاصة بتحصيل الإرادية يعني المصروفات اللي بنفقها في سبيل حصول على الإرادة زي مصروف الإيجار ومصروف المياه والكهرباء ومصروف مرتبات العاملين وكذا دي مصروفات إرادية المصروفات الرأس مالية دي بتنفق على الأصل السابت زي المباني وزي الأراضي وزي السيارات والآلات والعدد ودوات وكذا فبتؤدي إلى زيادة طاقتها الإنتاجية أو بتؤدي إلى زيادة الكفاءة يعني تزود طاقتها يعني على سبيل المثال عندنا سيارة شلنا المطور بتاعها الأديم وحطينا مطور جديد المطور الجديد زود سرعتها وبالتالي أصبح هذا المصروف مصروف رأس مالي يضاف أو يعتبر جزء من تمن السيارة في ظل المحاسبة الحكومية ما بنفرقش بين المصروفات الإرادية والمصروفات الرأس مالية وده طبعا على اختلاف مع المحاسبة المالية اللي بنفرق فيها بين المصروفات الإرادية والمصروفات الرأس مالية يجي لي سؤال فأي جزئية أكون آري هذه النقاط كويس حفظها كويس أتذكرها في الامتحان لأن السمات العامة للمحاسبة الحكومية مهمة ممكن يجي لك نقطة في الامتحان يقول لك أذكر السمات العامة للمحاسبة الحكومية تعالوا نشوف أوجه بقى الاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي أوجه الاتفاق أو الشبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية نحن نعددهم في كذا نقطة النقطة الأولى نظرية القيد المزدوج المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية بيتشبهوا في أن هم بيستندوا لقاعدة القيد المزدوج اللي بتقول لي أن كل عملية مالية لها طرف مدينة وطرف ده لأن هناك عمليات مالية بتسجل في الدفاتر المحاسبية وفقا لقاعدة القيد المزدوج اللي مطبقة ايضا في المحاسبة المالية يبقى لو قال لي سؤال صح ولا خطر نظرية القيد المزدوج تطبق في المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية اقول له صح طيب تستند المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية الى قاعدة او نظرية القيد نقط اقول له المزدوج الحاجة التانية او النقطة التانية في اوجه الاتفاق الاستوب المحاسبي بيتم تسجيل عمليات المالية في كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية تقريبا بنفس الإجراءات يعني بنتبع نفس إجراءات بنسجل عملات في دفتر اليومية ونرحلنا لدفتر الأستاذ بأدف استخراج النتائج طبعا اللي بتختلف في المحاسبة المالية عن المحاسبة الحكومية في شكل القوائم اللي بتعد سواء في المحاسبة المالية أو المحاسبة الحكومية لكنهم بيتطفقوا في الإسلوب المحاسبي النقطة رقم 3 وهي الوحدة الزمنية ودي نقطة بهمة جدا لأن السنة المالية في كلتا في المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية في كل النوعين اللي بيحصل فيها 12 شهر ميلادي يبقى المدة هنا 12 شهر وهنا 12 شهر مع اختلاف ان السنة المالية في المحاسبة المالية ممكن تبدأ مع بداية السنة المالية في 1-1 وتنتهي في 31-12 ولكن السنة المالية في المحاسبة الحكومية بتبدأ في 1-7 يعني 1 يوليو وتنتهي 36 في السنة التالية اللي هي 30 يونيو أو يونيا وبالتالي كده هم اتفقوا في عدد الشهور ان السنة المالية 12 شهر يبقى الوحدة الزمنية هنا هي نفسها الوحدة الزمنية يعني في المحاسبة المالية هي نفسها الوحدة الزمنية في المحاسبة الحكومية يجي لي سؤال يقول لي صح ولا خطأ السنة المالية في المحاسبة الحكومية وفي المحاسبة المالية 12 شهر طبعا الإجابة تكون صح الاتفاق الآخر أو الرقم 4 وحدة القياس وحدة القياس في المحاسبة المالية احنا عارفين النقود كذلك في المحاسبة الحكومية وحدة القياس ايضا النقود المصطلحات المحاسبية النقطة رقم 5 موحدة او تكاد تكون موحدة في كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية اذا كانت دي نقاط الاتفاق وهم خمس نقاط بتتفق فيهم المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي اذكر نقاط الاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية او اوجه الشباب بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية هذكر له الخمس نقاط دولي اللي احنا اوضحناهم تعالوا نشوف ايه هي اوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية اول حاجة واول نقطة عندي وهي الهدف الهدف في المحاسبة المالية بيان او قياس نتيجة الاعمال من ربح او قصار وطبعا المحاسبة الحكومية بتستخدم في المنشآت غير الهدفة للربح وبالتالي الهدف منها هو قياس الاداء الحكومي ومراقبة قياس الاداء الحكومي ومراقبته يبقى هنا في اختلاف في الهدف اتنين قصص القياس اوضحنا في سابق ان الاساس المطبق لقياس النتائج في المحاسبة المالية هو اساس الاستحقاق اما في المحاسبة الحكومية هو الاساس النقدي تبقى لنص المادة الخامسة من القرون 127 لسنة 1981 اما بالنسبة الاهلاك الاصول السابقة طبعا النقطة رقم 3 فاحنا اوضحنا في سابق ان في ظل المحاسبة المالية بيتم احتساب اهلاك للاصول السابقة اما في ظل المحاسبة الحكومية فلا يتم حساب اهلاك او احتساب اهلاك للاصول السابقة اربعة الاجراءات المحاسبية المتبعة في كافة الوحدات الحكومية بتكون موحدة يعني الإجراءات المحاسبية في كل الوحدات الحكومية الموجودة في جمهورية مصر العربية بتكاد تكون موحدة أما في المحاسبة المالية فبعض الإجراءات بتختلف من منشأة لأخرى نقطة خلاف أخرى وهي المخصصات والاحتياطات وده نقطة مؤمة جداً عزاء الطلاب ناخد بالنا منها أن في ظل المحاسبة الحكومية لا يتم حساب مخصصات ولا احتياطات زي مخاصص دون مشوق فيها أو الاحتياط الرأس المالي أو الاحتياط القاروني الموجودة في شركات المساهمة لكن في المحاسبة المالية بيتم حسابها زي الاحتياطات أما المحاسبة وكذلك المخصصات أما المحاسبة الحكومية فلا يتم احتساب مخصصات ولا احتياطات أنه ترقم ستة طبعاً بنفرق في المحاسبة المالية بين المصروفات الإرادية والمصروفات الرأسمالية أما في ظل المحاسبة الحكومية فما فيش فرق بين المصروفات الرأسمالية اللي أوضحنا معناها وكذلك المصرفات الرأس المالية المصرفات الأراضية ما فيش فرق بينهم الاثنين المحاسبة الحكومية ما بتفرقش بين المصرفات الأراضية والمصرفات الحكومية والمصرفات الرأس المالية النقطة رقم سبعة القوائم والموازنات لما نيجي نعد الموازنة العامة للدولة بنتقدر الأول زي ما احنا عرفنا ودرسنا في الباب التالت الخاص بالموازنة العامة من منهج المحاسبة الحكومية عرفنا ان الموازنة العامة بنقدر الاستخدامات او المصروفات ثم بعد كده نقدر الموارد انما في المحاسبة المالية طبعا بيتم تأدير الاراضي الاول ثم بعد ذلك يتم تأدير المصروفات المقابلة لهذا الاراض وخاصة اراض المبعاد دي اعزائي الطلاب كانت اهم اوجه الاتفاق والاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي قارن بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية احدد نقط الاختلاف وحدد نقط الاتفاق وده تبقى عبارة عن مقارنة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية تعالوا نشوف العلاقة بين اللي بتربط بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية هناك علاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية المحاسبة القومية ده فرع من فروع علم المحاسبة ايضا بيهتم بقياس الدخل والناتج القومي وكذلك تحديد مساهمة كل قطاع من قطاعات الدولة في الناتج القومي وكذلك الدخل القومي وتحديد نصيب كل قطاع من هذه القطاعات من الناتج القومي وبالتالي المحاسبة القومية بتهتم بالخطة أو خطة التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية للدولة اللي بيقوم بقى بأداء هذا الموضوع أو بيقوم بمراقبة زي ما أوضحنا في المحاسبة الحكومية مراقبة الحسابات الحكومية والأداء الحكومي اللي بيسعى إلى تنفيذ الخطة العامة للدولة هي المحاسبة الحكومية لأنها دف قياس الأداء الحكومي الهدف الرئيسي للمحاسبة الحكومية زي ما أوضحنا هو قياس الأداء الحكومية وبالتالي هناك علاقة نقدر نحدد هذه العلاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية في ثلاث نقاط لو جاء لي سؤال في الاختبار وقال لي حدد العلاقة او اذكر العلاقة او اهم النقاط اللي بتوضح العلاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية هذكر له الثلاث نقاط دول اعزائي الطلاب تعالوا نشوف مع بعض النقطة الاولى ان الموازنة العامة للدولة بتمثل ترجمة نقضية للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية النقطة التانية ان بتقوم حسابات الحكومة بعملية التسجيل الفعلي لما تم تنفيذه من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اللي بتهتم بيها المحاسبة القومية نقطة رقم ثلاثة ان بيتم الربط بين الحسابات الحكومية وحسابات الدخل القومي للتعرف على مساهمة الخطة في زيادة الدخل القومي في المجتمع بكده اعزائي الطلاب بنكون انهينا الباب الاول او رجعنا على اهم النقاط اللي ممكن يجي لعليها اسئلة في الباب الاول من منهج المحاسبة الحكومية وهو الباب المتعلق بالاطار العام للمحاسبة الحكومية هنتعرف على الباب التاني وهو الباب الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي او نظام المحاسبة الحكومية تعالوا نتعرف على ايه المقصود بالنظام المحاسبي الحكومي ونتعرف على مقومات النظام المحاسبي الحكومي ممكن يجيلي في الامتحان سؤال يقول لي عرف النظام المحاسبي الحكومي هنتعرف او هنسترجع مع بعض ونذاكر مفهوم او تعريف النظام المحاسبي الحكومي ونتعرف على مقومات او ممكن نستبدل كلمة مقومات بمكونات او عناصر النظام المحاسبي الحكومي اللي هو بيتكون طبعا من مجموعة دفترية زي ما درسنا في سابق ومجموعة مستندية وكذلك مجموعة من القوانين واللوائح والتشريعات والنظم اللي بتنظم العمل المحاسبي الحكومي داخل الجهات الإدارية على مستوى الجمهورية تعالوا نشوف مع بعض الإطار أو النظام المحاسبي الحكومي ونعرف ايه المقصوب بالنظام المحاسبي الحكومي النظام المحاسبي الحكومي هو عبارة عن مجموعة من العناصر بلو قال لي اسكر أو عرف النظام المحاسبي الحكومي هقول له مجموعة من العناصر والأساليب الفنية المستخدمة في تجميع وتبويب وتلقيس البيانات المالية المتعلقة بأنشطة الوحدات الإدارية الحكومية وعرض وتحليل البيانات لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء تاني يبقى تعريف النظام المحاسبي الحكومي هو مجموعة من العناصر والأساليب الفنية المستخدمة في تجميع وتبويب وتلقيس البيانات المالية المتعلقة بأنشطة الوحدات الإدارية الحكومية وعرض وتحليل البيانات لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء طيب مقاومات النظام المحاسبي الحكومي ونقب بالنا أننا عندنا مجموعة مستندية وهنركز على المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية وطبعا هنا هيقابلني طبعا في المجموعة الدفترية دفتر أستاذ حساب الشيكات اللي هو طبعا 56 إنحة وفي السجلات والبيانات الإحصائية هيقابلني طبعا سجل الارتباطات 291 و292 إنحة وكذلك طبعا سجل حصر طلبات الصرف 55 إنحة والاستمارة 55 إنحة وكذلك أيضا دفتر الحزبة اليومية 69 إنحة أو سجل أو ميزان المراجعة اليومي المجموعة المستندية بتعتبر المصدر الرئيسي الحصول على البيانات وبتعتبر الرقابة عليها أهم أدوات الرقابة طيب يبقى أنا عندي المجموعة المستندية هي المصدر الرئيسي للبيانات يبقى أي معلومة محاسبية أو أي بيان محاسبها يجيلي لازم يكون بمستند من هذه المستندات لتعتبر مدخل أو مدخلات مدخل من مدخلات النظام المحاسبي الحكومي وعندنا ثلاث أنواع للمستندات لازم نبقى واخدين بالنا إننا عندي مستندات للصرف دي رقم واحد اول نوع عندي مستندات للتحصيل وعندي المستندات النوع التالت ومستندات الشراء والتكزين لازم أبقى عارف كل مستند بيستخدم في ايه يبقى أبقى حافظ رقم الاستمار او رقم المستند اسم المستند ورقمه وايه استخداماته يجي لي في الامتحان اسئلة في شكل اختيار من متعدد او في شكل اكمل ويقول لي الاستمارة مثلا 132 عنحة دي بتاعت ايه اكمل اقول له له صرف مرتباته ميات العاملية طيب الاستمارة 132 مقرر عنحة اقول له صرف مرتبات لموظف واحد طيب يبقى لنقاط هي عبارة عن استمارة لصرف مرتب موظف واحد اقول له الاستمارة 132 مقرر عنحة تعالوا نتعرف على او نسترجع مع بعض انواع المستندات او مستندات او المجموعة المستندات ونتعرف على مستندات الصرف بشكل سريع عندنا طبعا اول مستندات الصرف عندنا استمارة 132 انحة اوضحنا وهي خاصة بصرف مرتباته ما هي العاملين استمارة تانية 132 مقرر عنحة صرف مرتبات لموظف واحد عندنا استمارة اعتماد الصرف 50 عنحة ودي بتخصص لصرف المبلغ المستحق على الجهات الحكومية من الباب الثاني والثالث والرابع بالموازنة استمارة 51 عنحة دي بخصة بطلب صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر استمارة 62 عنحة ودي خصة بطلب استعادة المصرف من السلفة المستديمة واستمارة 62 مقرر عنحة دي طلب صرف السلفة المستديمة استمارة 64 عنحة صرف اجور العمال استمارة 170 مقرر عنحة استرداد اجور عربات او اجر عربات ترام وغيرها من مواصلات النقل عندنا الجزء التاني المستندات التخصيل وهي طبعا مستندات بتأيد كافة عمليات تخصيل الاراضات للوحدات الحكومية الادارية من اهمها طبعا قصيمة التحصيل النقدي 33 عنحة حفظ التوريد النقود 37 عنحة اصال توريد نقضية نهائي 37 مقرر عنحة قصائم تحصيل عوائد الاملاك 40 اموال مقررة وقصائم تحصيل اموال الاطيان 28 اموال مقررة عندنا ايضا اصال توريد نقضية مؤكد 71 سيرة اذن التسوية 61 عنحة او النوع الثالث من المستندات من المجموعة المستندية والمستندات الشراء والتخزين ودي طبعا خاصة بشراء الاصناف وتسجيلها في الدفاتر بالمخازن وصرفها للاستخدام وكذلك ارتجاعها او رضها للمخازن مرة اخرى وعندنا انواع كتير منها اتعرفتنا عليها خلال دراستنا للباب التاني وهو الخاص بالنظام المحاسب العكومي تعالوا نشوف اهم ما هذه المستندات استمرت صرف اصناف مستديمة او مستهلكة من المخازن 111 عنحة استمرت او اذن اضافة اصناف الى المخازن 112 عنحة محضر جرد اصناف 121 عنحة ايضا كشف العجزة او الزيادة 122 عنحة ده كشف خاص بالعجزة او الزيادة في الاصناف واستمرت مقايسة شراء اصناف 184 عنحة لما بنجنعمل اي مقايسة لشراء اي صنف او اي بند من البنود من العناصر التي تحتاجها الوحدة بيتم ذلك في استمرت المقايسة شراء اصناف 184 عنحة عند استمرت عطاء لابتاعة المنقصات المحلية 185 عنحة واستمرت ارجاع اصناف 187 عنحة واستمرت خصم اصناف مفقودة 188 عنحة واستمرت بيع اصناف قديمة 189 عنحة محضر لجنة الفحص 194 عنحة عندنا المجموعة الدفترية والسجلات الاخرى وعندنا 3 انواع او 3 اقصى طبعا دي المجموعة الدفترية اللي هي دفاتر اليومية ودفاتر الاستاذ وكذلك السجلات الاحصائية والخاصة بالبيانات اللي الخاصة بكل وحدة من وحدات الادارية الحكومية القسم الاول طبعا من المجموعة الدفترية دي طبعا بيشمل دفاتر اليومية ودفاتر اليومية عبارة طبعا عن مجموعة من الدفاتر اللي بتستخدم في اسباته وتسجيل عملات يومية اللي بتخص الوحدة لإدارية الحكومية طبقا لقعدة أو نظرية القيد المزدوج ومن أهم هذه الدفاتر دفتر يومي قيد استمارات الصرف 224 حا وده بيخصص لقيد استمارات الصرف اللي طبعا أوضحنا نوعها قبل كده على اختلاف أنواعها وبيتم تسجيل القيم الواردة بتلك الاستمارات في هذا الدفتر سواء كان الصرف بشكات أو بإذن صرف عندنا دفتر يومي التسويات 224 حا وده بيخصص للتسويات وتفريغ أذون التسوية دفتر يومية الخزينة 41 حا وده بيخصص لبيان حركة النأدية النأدية الوردة أو المتحصلات وكذلك النأدية الصدرة اللي هي المدفوعات القسم الثاني من الدفاتر وهو دفاتر الأستاذ وده مجموعة الدفاتر بستخدم لتبويب كافة العملات اللي تم تسجيلها في دفتر يومية وعندنا من أهم هذه الدفاتر دفتر أستاذ مفردات المصرفات 81 حا عين حا وده بيخصص لتسجيل حسابات المصرفات وكذلك دفتر أستاذ مفردات الإراضات 81 عين حا يبقى واحد للإراضات واحد للمصرفات دفتر أستاذ الإراضات ودفتر أستاذ المصرفات واخدين نفس الرقم 81 و81 عين حا بيخصص دفتر الإراضات لإثبات تحصيل الإراضات ولو طبعا جانب دائن زي ما دفتر المصرفات برضو له جانب مدين لأن المصرفات طبعتها مدينة والإراضات طبعتها دائنة من أهم الدفاتر واللي هناخد عليه مثال تطبيق واللي ممكن يجيلي في الامتحان من دفتر أستاذ ودفتر حساب الشيكات 56 عين حا وده بيخصص لإثبات الشيكات الصادرة يعني اللي بتحررها الوحدة الحكومية الإدارية للغير سدادا لدين أو لشراء أي صنف من الأصناف اللي بتحتاجه أو سداد مرتبات للعملين وكذا وده اسمه يخصص لإثبات الشيكات الصادرة من الوحدة اللي هو دفتر حساب الشيكات الشيكات الصادرة يجيلي في الامتحان يقول له نقطة بيخصص لإثبات الشيكات الصادرة هيقول له الشيكات 56 عين حا وبيمثل رصيده طبعا الشيكات التي سحبت ولم تصرف بعد عندي دفتر تاني هو دفتر حساب الحوالات 54 عين حا وده بيثبت به زون الصرف وقت إصداره من الوحدة وبيمثل طبعا رصيده الحوالات التي سحبت ولم تصرف بعد سحبت على الوحدة ولم تصرف بعد الدفتر التالت هو دفتر حساب الشيكات تحت التحصيل 78 عين حا وده بيخصص أعزائي الطلاب لإثبات الشكات الوردة من الوزرات والمصالح ولايات العامة والمواطنين وغيرهم في نفس يوم الاستلام أيضا من مجموعة الدفاتر الأستاذ عندنا دفتر حساب الكفالات 78 عنحة أو الضمانات أو الضمان وده بيخصص لإثبات الكفالات أو المقصود بالكلمة الكفالات الضمان اللي هو بيدفع كتأمين ابتداء أو نائي عند دخول العطاءات أو المناقصات عندنا أيضا دفتر حساب النائدية 87 عنحة وده بيخصص لإثبات المبالغ المحصلة نائدا القسم الثالث من المجموعة الدفترية وهي مجموعة الدفاتر والسجلات البيانية والإحصائية وده طبعا دفاتر رقبية على العمليات المالية الحكومية بتهدف إلى مساعدة في متابعة وتنفيذ الموازنة وتحقيق الرقبة الفعالة على استخداماتها ومواردها أو استخداماته موارد كل وحدة من الوحدات الحكومية الإدارية من أهم هذه السجلات دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة اللي هنتمه برضو وهناخد عليها أمثلة وهو ميزان مراجع يومي لعاملات المالية اللي بتخص الوحدة الإدارية عندنا أيضا سجل الارتباطات 291 و292 وسجل الارتباطات دي طبعا خاص بالاعتمادات المخصصة في الموازنة لكل بند من البنود وبيبقى فيه نفس الدفتر بس طبعا 291 دا بيستخدم على مستوى الوحدات الإدارية الفرعية أما 292 زي ما احنا عارفين عزيزي الطلاب دا بيستخدم على مستوى المحافظات والوزارات وبيكون المسؤول عنه المرائب المالي يبقى دفتر سجل الارتباطات 292 دا بيستخدم على مستوى المحافظات أو في المحافظات وكذلك الوزارات أما 291 فبيستخدم في الوحدات الإدارية الحكومية الفرعية من المحافظات وكذلك الوزارات عندنا أيضا سجل حصر طلبات الصرف وده دفتر من ضمن السجلات الإحصائية اللي هي طلبات الصرف 55 عنحة وده بيقصص لحصر جميع طلبات الصرف الوردة للوحدة الإدارية الحكومية وكذلك اعتماد الصرف ومرفقاتها عندنا أيضا الأدابير 101 سيرة وهي ملفات طبعا لحفظ المستنات ومرفقاتها يجي لي في سؤال في الامتحان يقول لي نقط هي ملفات لحفظ المستنات ومرفقاتها أقول له الأدابير 101 سيرة عندنا دفتر يومية المغزن 114 إنحاء وده بيكون موجود فيه كل مغزن حكومي بيمسك هذا الدفتر بمعرفة أمين المغزن وبيقايد فيه حركة المغزون اللي هو حركة المغزون الوارد والمنصرف أيضا من الدفاتر أو السجلات الإحصائية عندنا دفتر يومية الشط 115 إنحاء وده بيقايد بيئة الأصناف الوردة والمنصرفة وبيستخدم في المغزن الرئاسية هناك ببنى عزاء الطلاب ممكن يجي لي أيضا في الامتحان يقول لي دفتر يومية 115 إنحاء ده بيستخدم عبارة عن إيه؟ هنقوله بيقايد بيئة الأصناف الوردة والمنصرفة وبيستخدم في المغزن الرئاسية فقط عندنا دفتر يومية العهدة 118 إنحاء وده طبعا بيظهر بيئة حسابات العهدة وتوزيع الأصناف على المغزن الفرعية وبيمسك طبعا بمعرفة أمناء المخازن في كل مقر رئيسي أو فرعي أو إخليمي عندنا أيضا دفتر فيهرس الأصناف اللي بيخصص لترتيب الأصناف المستديمة والمستهلكة ترتيبا هجائيا كده أعزائي الطلاب اتعرفنا على مقاومات النظام المحاسبي الحكومي وتعرفنا على المجموعة الدفترية والمجموعة المستندية وعرفنا أننا ممكن يجيلي سؤال في الامتحان على كل مستند من هذه المستندات يبقى مهملش أثناء مذاكرتي المقاومات النظام المحاسبي الحكومي أقرأ مرة واثنين وثلاثة الاستمارات وعرف كل الاستمارات بتستخدم فين ودفتر ده وبيستخدم في إيه وأقدر أفرق بين كل دفتر والآخر من حيث الاستخدام وكل استمارة وغيرها من الاستمارات من حيث الاستخدام تعالوا بقى نتعرف على أو ناخد تدريب على كيفية إعداد دفتر حساب الشيكات 56 عنحة طبعا هنسألين أن دفتر حساب الشيكات هو أحد دفاتر الأستاذ وطبعا بيسجل به الشيكات الصادرة من الوحدة وكذلك التي تم صرفها ورصيده المتبقي لأنه دفتر أستاذ هيبله جانب منه وجانب له يعني جانب مدينه وجانب دائن الرصيد المتبقي هو يعبار عن الشيكات التي سحبت على الوحدة الإدارية ولم تصرف بعد تعالوا ناخد تدريب على دفتر حساب الشيكات 56 عنحة جانب له اللي هو طبعا فيه أيضا خلاتي بده الجانب الدائن وده الجانب المدين تعالوا ناخد تدريب ونتعرف إزاي هنقدر نسجل العمليات في دفتر حساب الشيكات 56 عنحة وركزوا معي لأن ده سؤال يعني في الغالب دائما بيجي في الاختبارات ونادرا ما يخلو اختبار أو امتحان من هذا السؤال تعالوا نشوف بيقول لي تدريب واحد العمليات الآتية تمت بإحدى الوحدات الحكومية خلال شهر أغسطس 213 ومديني بقى عمليات تمت يوم عشر تمانية وكذلك خمستاشر منه واثنين وعشرين وثمانية وعشرين وبيقول لي المطلوب تعودنا دايما نروع على المطلوب بيقول لي إثبات العمليات السابقة بدفتر حساب الشيكات 56 عنحة أول خطوة عملها أصمم دفتر حساب الشيكات بعرض الورقة في كراسة الإجابة وأنقلها يجيلي طبعا الجزء دوت بيجيلي اللي هو رأس الأعمدة دي بيجيلي كل البيانات الموجودة كل المطلوب منك إنك تنقل أو تسطر نفس التسطيرة دي داخل كراسة إجابتك ما تحفظ البيانات البيانات دي أتجيلك جازة أنت بتنقلها على طول في كراسة الإجابة وبتصمم الدفتر كل ما عليك إنك تسجل عمليات ده خنازة الدفتر عندنا طبعا في الجانب منه ملاحظات تاريخ السحب المصلحة المقصوم عليها طبعا الشيك اسم صاحب الحق البنك المحول عليه الصرف وعند خانة خاصة بالشيكات المسخوبة رقم الشيك ثم القيمة ثم إجمال العمليات يومية وشهرية ده الجانب الدائن أو جانب له الجانب المدين عنده ملاحظات تاريخ ورقم حفظة الشيك شيكات منصرفة اللي هو رقم الشيك والقيمة وإجمال عمليات يومية وشهرية وناخد بنا عزاء الطلاب جانب منه بيسجل فيه الشيكات المنصرفة أما جانب له بيسجل فيه الشيكات المسخوبة على الوحدة تعالوا نرجع للعملية أول عملية عندنا ونشوف إزاي هنسجلها في دفتر حساب الشيكات 56 إنحاء بيقول لي في 10-8-2013 تم سحب شيك رقم 66 على البنك المركزي للموظف شام محمد بمبلغ 1600 جنيه هروع على طول على أنا كده عايز رقم الشيك والبنك المسخوب على الشيك البنك المركزي اسم الموظف اللي هو شام محمد ومبلغ الشيك 1600 هروع على دفتر حساب الشيكات ومن في جانب له هروع على طول أسجل في المحافظات أول عملية رقم العملية العملية رقم واحد ثم تاريخ السحب اللي هو 10-8 ثم المسطحة المخصومة عليها طبعا مش مذكورة داية المسطحة بتاعتنا فمش هنسكر اسم المسطحة بتاعتنا داخل السجل هروع على طول على اسم صاحب الحق نكتب شام محمد ثم نسجل البنك المحاول على الصرف هو البنك المركزي نسجل الرقم فاكرين معاي عزيزي الطلاب كان 666 عندنا القيمة 1600 جنيه وبعد ما حط القيمة في الشيكات المسخوبة هحط بقى في اليوم أجبع هحط 1600 جنيه لو قيمة الشيك مرة أخرى في إجمال العمليات في عمود يومية هحط 1600 جنيه وكده أنا سجلت أول عملية من عمليات الشيكات المسخوبة على المنشأة ولم تصرف بعد في عشرة تمانية هنرجع للعملية اللي بعدية رقم 2 بيقولي في 15 منه تم سحب شيك رقم 38 على البنك المركزي للموظف خالد حامد بمبلغ 400 جنيه نبقى رقم الشيك 3 تمانيات البنك المركزي اسم الموظف خالد حامد المبلغ 400 جنيه تاريخ العملية 15 تمانية أروع على طول على دفتر حساب الشيكات وأكتب في الملاحظات العملية رقم 2 أنا أديتها رقم 2 بعد كده سجلت رقم العملية 15 تمانية أروع على طول اسم الموظف خالد حامد البنك المركزي اللي هو البنك المحاول عليه الصرف الرقم 888 قيمة الشيك 400 جنيه في الشيكات المسخوبة ثم أوضعه مرة أخرى قيمة الشيك بكرره مرة في الشيكات المسخوبة ومرة في إجمال العمليات بمبلغ 400 جنيه كده سجلت العملية رقم 2 أروح أشوف العملية رقم 3 بيقول لي في 22 منه تم سحب شيك رقم 39 أو 999 على البنك المركزي الموظف اسمه أشرف سعد بمبلغ 500 جنيه يبقى تاريخ العملية 22 رقم الشيك 999 البنك المخصوم على الشيك البنك المركزي واسم الموظف هو أشرف سعد والمبلغ 500 جنيه أروح على طول أسجل في جانب له أروح على طول مدي رقم 3 في خانة الملاحظات 3 تاريخ السحب أسجل 22 تمانية الموظف أشرف سعد أكتب البنك المحاولية طبعا البنك المركزي مش متغير خالص أكتب على طول الرقم بتاع الشيك اللي هو 999 القيمة المسخوبة على طول أو المبلغ هنا في عمود شيكات المسخوبة أكتب المبلغ على طول 500 جنيه مبلغ الشيك وأسجله مرة أخرى في إجمال العمليات 500 جنيه أروح أشوف العملية اللي بعدها بيقول لي في 28 منه ورد أختار من البنك يوفيد صرف خلي بالكم أعزائي الطلاب العمليات السابقة دي كلها التلاتة دولي كانوا يخصوا إيه دي شيكات إيه مسحوبة أحد هذه الشيكات اللي هو الشيك رقم 666 اللي هو كان بتاريخ 10-8 تم صرفه طيب الشيك ده لما يصرف بيصرف بحفظة إيه بحفظة صرف طيب أنا عندي جانبين الجانب له بسجل فيه الشيكات المسحوبة اللي هو الجانب الدائن الجانب منه بسجل فيه الشيكات المسحوبة وصرفت طيب يبقى الشيك 3-6 ده صرف أرجع للعملية 10-8 ألاقي مبلغ الشيك 1600 بتاعه خاص بالموظف هشام محمد أروح على طول على الدفتر بس قبل وروح على الدفتر منساش أنا عندي رقم الشيك 3-6 وعندي رقم الحفظة 777 أروح على طول على جانب الجانب الدائن اللي هو آسف الجانب المديل اللي هو جانب منه وعلى طول فيه تاريخ ورقم حفظة الشيك هأسم العمود دوت نصفين النص اللي فوق هسجل فيه تاريخ العملية زي ما احنا شايفين 28 والنصف اللي تحت أسجل فيه رقم حفظة الشيكات ثم أسجل رقم الشيك أجيب رقم الشيك منين ده ما كانش بذكور في العملية ما هو قال للشيك 3-6 هو لتصرف اللي هو 666 والشيك ده كان مبلغه 1600 جنيه يبقى الشيك لتصرف أكتب الرقم بتاعه 666 أسجل القيمة 1600 أجمع القيمة في العمود الخاص بإجمال العملات في اليوم مش في الشهر أوضع نفس المبلغ بتاع الشيك لتصرف 1600 كده عزيزي الطلاب سجلنا الشيكات اللي اتسحبت على الوحدة والشيك الذي صرف من الشيكات التي تم سحبها على الوحدة وبالتالي الرصيد الشيك بها عشان اجيب الرصيد ازاي ما هو دفتر أستاذ انا عايز اجيب الرصيد طيب اجيب الرصيد ازاي اول حاجة هجمع في جانب له في الشهر هاجي عند اخر كان هنا اللي هو اخر عملية تمت في 228 واجمع العمود بتاع اليومية وضع مجموعه في الشهر اللي هو يطلع 1600 زائد 400 زائد 500 يطلع 2500 واجي في نفس الكلام هنا على طول اجيب مجموعه اليومية في جانب منه هاجمع على طول العمود بتاع اليومية دوت اجمع يطلع في الشهر هنا 1600 المجموع ده جمعت جبت المجموعه في الجانب الايه في الشهر وكذلك هنا جمعت جبت المجموعه في الجانب في الشهر في الجانب الايه في المجموعه الخاص باليوميات بعد كده احط المجموع الجانب الدائن اللي هو جانب له في الجانبين في نهاية الجدول او في نهاية الدفتر هحط مجموع اللي هو في نهاية الشهر بقى اجمع الشهر ده وتلاقي المجموع الجانب الدائن 2500 اروح حطه على طول في الجانبين 2500 في جانب له و 2500 في نهاية الجدول في المجموع يبقى اصب بعد كده 2500 و2500 اطرح بقى 2500 من 1600 يديني على طول الرصيد اللي هيكون كام اعزائي الطلاب 900 جنيه اسجل الرصيد اللي هو 900 جنيه جدول او دفتر حساب الشكاة 56 انحى دفتر من الدفاتر المهمة اللي لا يخلو امتحان منها يارب يكون ادرت اوصل لكم معلومة او فكرة بسيطة عن كيفية تسجيل العمليات في دفتر حساب الشكاة 56 عين حى عندنا ايضا من ضمن السجلات المهمة وهي سجل او من ضمن الدفاتر المهمة دفتر الحزبة اليومية 69 عين حى او ميزان المراجعة اليومي ده وطبعا سؤال بيجي في الاختبار وسؤال مهم جدا تعالوا نشوف مع بعض شكل دفتر الحزبة اليومية اللي هو عبارة عن ميزان مراجعة يومي له جانب مدين وله جانب دائن هنتعرف على شكل دفتر الحزبة اليومية 69 عين حى او ميزان المراجعة اليوم وده بسؤال دايما بيجي في الاختبار اتمنى انتم تركزوا معايا وتفهموا بشكل كويس علشان تقدروا تحلوه في الاختبار تعالوا نشوف التدريب رقم 2 بيقول لي تعالوا نشوف مع بعض عزيزي الطلاب دفتر الحزبة اليومية 69 عين حى هو عبارة عن ميزان مراجعة يومي له جانب مدين وله جانب دائن بيبتدي نسجل او بيجي لي ارصدة الجانب المدين ويجي لي ارصدة الجانب الدائن وبسجل في الجانب المدين وفي الجانب الدائن من واقع العملية العمليات اللي بيجي لي او التدريب اللي بيجي لي وبعدين لازم طبعا عندنا النقطة المهمة ان الحسابات النظامية المدينة تكون بتساوي الحسابات النظامية الدائنة للأسف وقت الحلقة دايما بيدهمنا وان شاء الله بنتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من المعلومات اللي احنا قدمناها في حلقة اليوم وهنستكمل مراجعتنا على دفتر الحزبة اليومية تسعة وستين عنها في حلقة قادمة بإذن الله مع مزيد من المعلومات والمعارف والاسئلة اللي ممكن تجيلي في الاختبار في حلقة جديدة من حلقات المراجعة على منهج المحاسبة الحكومية طلاب الأعزاء في الختام ادعو الله سبحانه وتعالى ان نكون قد وفقنا في تقديم فكرة ملخصة وموجزة حول الإطار العام للمحاسبة الحكومية والنظام المحاسبة الحكومي عايزين نقرأ ونضرب نفسنا على حل اختبارات على الباب الأول وباب التاني وان شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة هكون مجهز لكم مجموعة من الأسئلة اللي بتيجي في شكل اختيار من متعدد او في شكل صحة وخطأ او في شكل وصل علشان نتدرب على الجانب النظري في الفص في الباب الأول والباب التاني وإلى أن نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة انتظرونا ان شاء الله بإذن الله وحلقة جديدة من حلقات المراجعة على منهج المخزبة الحكومية في الختام استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة